اشتركوا في القناة الادرس سيمبل احبت انت الكولان اللي بستي مع الشوز احبت انكسر شوى وما ننسى البرائسلت الاساسوريز ياللي ما نحكي عنه نحن انه اهم شي الاساسوريز ياللي هنه دايما بيغيروا كل اللوك مية بالمية شو رانيا؟ شو رانيا خير ان شاء الله اليوم بما انه الاحد اخر حلقة سيليبريتي دوات وبما انه هالبروغرام كلنا بنحضره حبيت ضوي شوي عليه هلأ كله عم بيقلي في باريس فاشن ويك باريس فاشن ويك هاعملوا جماعة الجي فاشن بوليس احلى فساطين مرأت بباريس فاشن ويك احلى فساطين اعراس احلى ستايل جماعة الجي انطرونا بفاشن بوليس على باريس فاشن ويك بس هنقدر نخلص شغلي ورا شغلي مية بالمية او قطت بتحشوق مع بعض عرفتين بمتر واحد شو بده يعمل يعني لكن بسيلي بريتي دوات على مين رح منشديد اليوم رولا حنحكي شوي عن لوكات أنا بيلا هلال اكيد لانو كانت كل مرة مش الكل اكيدة يعني قد ما فيه اخدت لها لوكات وكذا سيليبرتيز اجو وان كانوا ضبطين او مزضطين لهاي اكيد ومنحيي كل المشاهير اللي رحي مرقوا بنا سهل أفضل ما زبط فاد علي ما نبلش اكيد هون عم نشوف أنا بيلا هلال أنا بيلا هلال شفناها كتير لابسة للوبيو اوفيسيال هيدا الفستان حلو بس مش من احلى اطلاليتها لأنا بيلا كلاسيك شوي كلاسيك على عرس شوي حسيته هالتكستور تبعته الترانسفران منتحت مع الدنتل منشوفها باحلى حنشوفها أصلا باحلى بكتير بكبر شوي ببعض الاحيان دنتل رولا اي اكيد اكيد بيكبر الدنتل وبدي يكون يعني ينعرف كل اللبس يعني اوقات فستان مثل هيدا بده بدنا نعرف كيف يعني انا ما حسيته زابط زابط طوطلي نعم للفستان للقراعي مش القراعي قصدي قبله لا فينا نرجع شوية لقراعي هيدا الفستان بياخد العقل كتير لبقلة لأنا بيلا باللون بالكات وبرفعة الشعر مع الحلقات اللي حطتون هو عمل كل الديفرنس او قد تاي صغير رانيا بيغير كل شي هيدا اللوك انا بيلا كنت فيه بتعاقدي على كل حال هو ما فيه اجمل من الاشياء السامبل ولا نزبوط مثل ما دايما بتقولي وبتكرري نزبوط هوني عم منشوفها انا بيلا اكزاكلي هوني عم منشوفها اول شي عندها جسم بياخد العقل هي حلوة وعندها جسم كتير حلو وبتعرف تحطه انفالور نا اوكي هيدا الفستان من قدام من فوق الابر بادي قدام بيعبيلك عينك بتبرم لورا منشوفها الشأة بعد اكتر منشوفها الشأة لاخر ظهر اصلا كتير لبسة دونيو بهيدا بالحلقات القطعو كتير لبسة دونيو رافعة الشعر هالبنت انا بيلا كتير بيلا بيبقلك رفع الشعر بيبين وجه عندها وجه صغير وعيونها حلوين بيضوه رولا كمان بدي علق على شغلة بالدونيو انه الظهر لما بيكون هيك فيه هالكيرف قد يبقلو الدونيو يعني انا بيلا عندها هالبرم اكتر ما دات سواي منشوفها لانا بيلا كتير لبسة دونيو بالهيدا حطت عارف هي شو الپوان فور تبعتها حطتهم بيكونوا معدل بس انتبقوا اللي عنده لوف هندل زرانية ما حلو ابدا ما لازم نلبسه دونيو بس مش للأخير مفتوح اهم شي نخب الدفو يعني مش اذا داريش دونيو او حبينا فستان دونيو بس دونيو عنا لوف هندل زرانية ابدا لانه منو لعب دونيو منو لعب دونيو اكتر خلينا نكمل على هيدا الفستان كمان هيدا هيدا قدي حكينا عن الفريدلز هالسنة قدي داريش مع اكيد السنتوري البنص الخصورة حتى شعره كيف كان انا شوز ما كتير حبيتها انا شوز كنت بفضلها بغير شوز بس الليوك كتير حلو رولا البلت الجولد الميتال صرنا وكأنه عم نشوفه كلاسيك صار يعني بعض والليوم عم ينلبس بعض والليوم عم يستعمل بكذا موديل من الفساطين أول تنينير يعني بعد ما خلص رانيا هيدا الفسطان بلا بلت ومع بلت شيء صحيح يعني قدي البلت بيغير متل ما قلتي قطعة صغيرة بتغير كل كل الأوتفت مية بالمية ما هيكي مية بالمية واو 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 هوني شي واس جلوينج بالفسطان ديسكولوك ديسكولوك مع الشعر قدي حلو نكون نعرف نقل الأوتفت مع الشعر يكون متناغل كله مش معقول مية مية يعني تخيلي هيدا الفسطان إذا رفع شعر فيه ما كنت لحلو أبدا ما عطل ستيل ما كان عطل ستيل هو بفتكر فيه ستيل كامل ومتكامل رولا أكيد هيدا الفسطان ليكي هيدا الفسطان هيدا الفسطان هيدا مش one of my favorite هيدا your favorite هيدا your favorite ويلي كمان مرأ بأول حلقة ما أعرف إذا رح بنرجع هنحكي عنه كان بعقد كانت على شي كاتوك هوني أنا بألا الفسطان كتير حلو اللون كتير حلو عليها شعر هالسيمبليسيتي اللي كانت بالشعر هل نعومي بالوجه هالنعومي بالوجه رفعتهم على جنب هكي هالحلق كانت بتعقد كمان أنا بألا هوني وكمان رولا هوني بنقول أنه هيدا الفتحة اللي على الخواصر منا سهلة أبدا بده جسم يكون فعلا هيدا الفسطان كان آخر لك قبل ما نوصل لآخر حلقة كان لبسيل صودة كانت جنون رح منطر نأخذ لايف رولا ما بعرف إزا رح منرشع لايف ومنرشع